موسيقى يعد معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام مرة كل سنتين في قاعدة الاسخير الجوية حدثا حصريا يحاكي عالم الصناعة الطيران العالمي المدني والعسكري هذا وتتواصل الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث العالمي في مملكة البحرين والذي يمثل نقلة نوعية في سلسلة المعارض العالمية التي احتضنت المملكة طوال السنوات الماضية من بعد نجاح نسخته الأولى التي كانت قد رأت النور في العام 2010 وما أن يطل بفعالياته المشوقة على المهتمين والمختصين والمبحرين في مجال قطاع الطيران المدني والعسكري كل سنتين حتى يقبل من جديد معرض البحرين الدولي للطيران ليحيى الأجواء الصامتة ويملأ سماء قاعدة الصخير الجوية بهدير الطائرات وأزيزها ممتلئا بجدول من الأنشطة وعروض لطائرات وفود الدول المشاركة من شقيقة وصديقة وندوات علمية وصفقات تجارية ينجح المعرض وبكل نسخة منه في تسجيلها وإتمامها من خلال قدرته وبين أروقة محيطه الرحب على ربط الشركات مع صناع القرار الرئيسيين والمدراء التنفيذيين في مجال الطيران المتنوع إضافة إلى عروض شيقة لفرق الاستعراضات الجوية العالمية فضلا عن أنشطة وبرامج ترفيهية ممتعة للأفراد والعائلات يضعها المنظمون جزءا هاما ضمن فعاليات المعرض وفي المنطقة المخصصة لعامة الجمهور إن الاستمرارية في إقامة معرض البحرين الدولي للطيران وفي حلول دورته السادسة ومع مرور عشر سنوات من النجاح منذ تأسيسه ما هو إلا مؤشر ودليل قاطع على ما وصلت إليه مملكة البحرين من نهضة تنموية حضارية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وانعكاسا والضاء لحقيقة الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي مهدت الطريقة لتحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات الكبيرة في كل المجالات وفي هذا المقام تحديدا في إقامة المعارض الدولية المعنية بصناعة الطيران وعالم الأبحاث والتكنولوجيا والفضاء لتصبح البحرين موضع ثقة للصناع والشركات العالمية في مجال الطيران الأمر الذي كان وما زال معززا لإحلال النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة حدث عالمي حصري يحاكي الطيران العالمية والتحليق في مناخ معتدل عدلت من فصوله حجم الاستعدادات المتواصلة لافتتاح المعرض واستقبال الزائرين له من داخل البحرين وخارجها ناهيك عن طرح جملة من التسهيلات لجميع المشاركين والضيوف والزوار لتكون مشاركتهم وكسابقاتها متميزة إلى حد يمنح الحلة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران العلامة الكاملة من بعد أن يبرع في استقطاب المزيد من المشاركين الفاعلين والشركات الجديدة فضلا عن المشاركين المستمرين منذ النسخة الأولى ترجمة نانسي قنقر